اشتركوا في القناة وطموحات أعضاء وجماهيره لأربع سنوات قادمة خلاص دخلنا في العد التنزلي العد التنزلي بيتسارع للوصول إلى معادل الانعقاد إن شاء الله الإدارة التنفيذية للنادي بتتاخذ كل ترتيباتها لإتمام كل الأوضاع العامة المهمة جدا لاستقبال السادة أعضاء الجمعية العمومية يمكن بكرة إن شاء الله ساعة 11 صباحا فيه اجتماع مهم للهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات وهي هيئة قضايا الدولة رئيس اللجنة المكلفة بالإشراف على انتخابات النادي الأهلي هيكون عنده اجتماع مهم مع الدكتور سعد شلب المدير التنفيذي والمسؤولين التنفيذيين المعنيين بالإشراف على الانتخابات علشان يحطوا كل النقاط على الحروف ويطلع على كل الترتيبات الإدارية والقانونية ويحدد كمان اجتماع مهم جدا هيكون برئاسة المشرف على اللجنة القضائية وبحضور المدير التنفيذي للنادي وكل السادة المرشحين ده اجتماع مهم جدا عشان يكون الكلام على رؤوس الأشهاد كل السادة المترشحين هيكون لهم اجتماع ان شاء الله هيتحدد من خلال اجتماع الغد اللي هيكون الساعة 11 الصبح بين رئيس أو رئيس اللجنة المشرفة اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات من قبل هيئة قضايا الدولة مع الدكتور سعد شلب المدير التنفيذي يتحدد فضوءه الاجتماع العام اللي بقول لحضراتكو هيشمل كل السادة المرشحين علشان يتم اطلاعهم على كل الترتبات الإدارية المهمة عدد المندوبين المسموح بحضورهم كل مرشح له كان مندوب من خلال ايضا سواء في لجان التصويت أو في لجان الفرز في عمليات الفرز بعد غلق باب التصويت وكل الإجراءات حتى في ترتبات الدخول والخروج لأن الإدارة التنفيذية الحقيقة قامت بدورها الكامل لتسهيل عملية الانعقاد بحيث أن العوض يدخل من باب ويخرج من باب تاني يمر يسجل اسمه في كشوف الحضور ويدلب صوته ويخرج في دقايق قليلة جدا تمت طبعا مراعاة توسيع المساحة المخصصة للخيمة الانتخابية تعرفين أن الانتخابات اللي فاتت كانت 136 لجنة انتخابات اللي جاية إن شاء الله يكون من خلال 160 لجنة فطبعا لأسباب احترازية وأسباب التباعد وغيره تمت مراعاة زيادة عدد اللي جانت الاقتراع بما يسهل على الأعضاء مهمة الدخول والخروج والترتيبات اللي تم اتخاذها